تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كروي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميس عبر قناة سلبس بوت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى نيجي نروح على موضوع كثير عم بنتشر بين الناس مسألت كأس العالم كل سنتين لكيب قبل أيام نشرت خبر وقالت أرسن فينجر خلص مشروعه كامل كأس العالم كل سنتين واللي ما بيعرفت بحام 2018 اللي تقدم بهذه الفكرة للفيفا كان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم طيب اتحاد أمريكا الجنوبية داعم الاتحاد الأوروبي عم بيعترض في نقاشنا الكرة واليوم حننكون بوجة نظر انت مع ولا ضد هذا اللي شرح ليه بالتعليقات مع أو ضد وليش لأنه آسيا موقفها واضح احنا مع لأنه هذه فرصة لعبيتنا عشان يضيقوا وينشهروا عالميا أمريكا الجنوبية أيضا لكثير دول عندها هذه فرصة عندها عشان تشهر بعض لعبينها المحليين إضافة أنه فكرة أنه كأس العالم ببطولتين بينتهي جيل كامل مشكلة يعني أنت بيجيك جيل ذهبي بلحبوني ديالين لو مرة خسر ركلات ترجيح ومرة غلطة حكم راح على الفاضي مفيش فيه نوع من العدل هذه إحدى القناعات اللي عند جماعة أرسين فينجر والمؤيدين لكأس العالم كل سنتين إذن فرصة لإظهار لاعبين أكثر فرصة لإعطاء لاعبين أكثر يظهروا بكأس العالم فرصة للدول عشان تستضيف أكثر كأس العالم وفرصة لإنقاذ الكرة الدولية من حالة الموت البطيئة اللي بتعيشه الآن طيب اللي ضد اللاعبين المحترفين في أوروبا ضد تماما بقولك شو هذا يعني مرة كأس أوروبا ومرة كأس آسيا ومرة كأس أفريقيا كل واحد بيهم يروحي عبقارته وفوق ذلك بتريجي لعبني كأس العالم كل سنتين معناها ما عاد عندي إجازات معناها أنا اتعبت هنا فينجر بيجاوب بيقول لا هم يفهمين غلط اللاعبين إحنا بعدما نعمل كأس العالم كل سنتين التوقفات الدولية حتقل فبالتالي حتصير عندهم أيام أكثر إجازات في خلال الموسم مما هو الوضع الحالي لكن هذا الشيء لسه مش واضح أيضا الاتحاد الأوروبي لقرط القدم عنده مخاوف عنده مخاوف كبيرة قوة دوري أبطال أوروبا وفرصته أنه سنوي وكل سنة بنعيش قصة جديدة إذا أنت دخلت قصة كأس العالم كل سنتين حيصير في شوية منافسة بينهم على الإضاءة مرة ثانية وعلى مين أفضل ومين أقوى ومين أهم جماهيريا مرة ثانية فاتحاد أوروبا مش مرتاح لأن المعلمين هم محهم نفس الميزانية فاللي معاها الميزانية بالسنة هاي 100 مليون وبصار بدي يتفحها على كأس العالم ودوري أبطال أوروبا حيكسم الفلوس بينهم الاثنين مسألت حقوق البيت أيضا حتثق الكاهل كثير ناس فاتحاد أوروبا متخوف أنه فلوسه اللي بتجيه من دوري أبطال أوروبا ممكن تتأثر من كأس العالم إضاءة وبهرجة ونجومية دوري أبطال أوروبا ممكن تتأثر بزيادة كأس العالم إضافة لاستنزاف اللاعبين كثير إضافة لفكرة أنه كأس أمم أوروبا بطل يعني صار صعب أنه بتجيكم اللاعبين يلعبوا دوري أبطال أوروبا موضوع صار دقيل جدا على حتى البطولات الأوروبية اللي هي تميزة بنحتلة المساحة اللي ترك لهم إياها كأس العالم أثناء تراجع الكرة الدولية فالأوروبيين منخوفين اللاعبين بيقول لك إحنا مش ماكينات ما تضغطوناش أكتر ما منتحمل لكن مسألت أنه كأس العالم هو فعلينا في الأخير ست سبع مباريات يعني لهذا النظر دائما اللي بتيجي وبس وممكن تقولوا أنه كل سنتين بتقل أهميتهم بعض الناس تحكي هيك بس عودتنا مثلا دور أبطال أوروبا اللي ملعبوه كل سنة عادي أمورنا كل سنة ما نشوفه مهم فاعتقاد أنه بتقل أهمية لأنه صار كل سنتين ممكن لما يبلش التطبيق يروح أنا شخصيا ضد فكرة أنه كأس العالم يصير برة كل سنتين لأنه فعلا بصير جدول كرة القدم مزدحم بشكل ممل جدا مزدحم بشكل أنه ممل أنه حيبطل عنا صيف نعيش فيه رح يبهدوء حيبطل عنا وقت نرتاح فيه دائما فيه مباراة دائما فيه تصفيها دائما فيه مباراة دائما فيه هذا بدقيب وأخبار 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 ومونيديال لا بتصير مرة مونيديال مرة يورو مرة دور الأبطال تقلت الشيء وكثرته تفقده الشغف فأنا شخصيا ضد عشان هيك أما حساباتهم التجارية والنجومية هدا حساباتهم هم مش حساباتي أنتوا بالنسبة لإلكم مع ولا ضد وبذكر اللي بشوفوني على اليوتيوب لو سمحتوا اتركوا لايك على الفيديو لانه هات بسعبني اوصدلكم المقاطع الجديدة دائما اول باول كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام والسلام عليكم ورحمة الله